وعنا مجالس وطنية للمهن والمجالس الوطنية هذي يتدافع وتخمم وتدير وتحلحل المهنة وهذه حاجة مهمة ياسر هذه من المكتسبات الكبيرة في تونس ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصياد لسي مصطفى العروسي مرحبا سي مصطفى مرحبا سي لياسر مرحبا بسادة المستمعين شكرا على استطافة نبدأ معك بفكرة مهمة تنجم تكون عند تونسة فكرة اللي تخلي لهم عنا برشا يمكن اعتزاز ويقولوا لنجموا نمشيوا فيها نهار اثنين كان فيما لقاح حول الصناعات الصيدلانية المحلية جمع على هيكل المعنية بقطاع الدواء بوزارة الصحة والاحديث كان بخصوص ضمان توفير الأدوية والاكتفاء الذاتي الدوائي الأمن القوم الدوائي بصفة عاملة عاملة الأمن القوم الدوائي هذا شعار ممتاز برشا نجموا نطلولوا نهار سؤال وجيه هو بش نرجو للاجتماع اللي صار نهات الثلاث مع سيد وزير الصحة مع كافة المصنعين المحليين والمصنعين الوطنيين كما يحب يسميهم سيد وزير الصحة لمناقشة الوضع هو أول اجتماعي بصفة هذه لمناقشة الوضع ولي بلوية الأفكار هي الأمن الدوائي هي حلمة كما أي أمن بصفة عاملة نجمو نخدمو بجانز من نقطنعو اللي هي يعني يعطيك كما تعف انت الدواء قاعد يقدم قاعد يتغير أسعار الأدوية في العالم قاعدين يتغيروا قولها كما هي سيموستر لا 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 نقول لك قولها كما هي فكرة العامة فكرة العامة هي فكرة مهمة جدا أنا خاكر نوعية الأدوية قاعدين يتغيروا في العالم أجمع والأدوية اللي ندوي بيه متوى ممكن ما عاش مش نقاهم دون عشرة وخمسة سنة واحنا نوردو نوردو كيف كيف المادة الفعالة نوردوها وكان المرشي مونديال ما عندو شكل مادة الفعالة ما عاش نقاهم نحكيو على الصين نحكيو على الهند نحكيو على عديد البولدين معناها كان العالم كله مشاف في نوعية أخرى من الأدوية نحكيو على الأدوية بيولوجية كانت تحكيو حتى على أدوية ذكية نحكيو نبدو نخمو وكيف كيف أنا أسيست الإنديستريين متعنا لاش يمشيوا للصناعة ونحافظوا على الأقل على التودو كوفيرتور اللي عندو في تونس من الصناعات المحلية هل أنه إحنا الوبجكتيف متعنا نحافظ على التودو كوفيرتور أو الوبجكتيف متعنا التجديد وأن نكونوا على البوانت كما العالم مليون صناعات الدوائية الوطنية قادرة على تحقيق ضمان ديمومة ونساق التزاود بالأدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي مع الجودة الحياتية الموجودة نعرف أين اللي نعرفه سيكو ساعات نجم تكون فما موليكول موجودة في العالم تخلط لك لكني بعد عشر سنين وغالية عليك بالرغم أنه هي نجاعتها في بلدان أخرى تمنع أو في بلدان نحن معنش منها نحن دونك وين نماشي نعانا استراتيجية فاهمين شو نحبون نعملو؟ هو أحنا الحاجة السورية اللي فاهمين اللي نحكيو فيه معناها فاهمين الأدوية في العالم قادرين يغلو اللي لكسي للينوفاسيون كو تخيشير لازم نخموه كما قلت انتي الصحة عزيزة لازم نخمو كيفاش كمان نفنانسي ونخمو لازم تخمام كيفاش نجمو خاطر ثم بلدان في العالم بشاوكيم احنا في تونس خذينا كيف كيف الترانسفير التكنولوجي في العرين المسنجر بوغ لفاكسين بالكوفيد معنا ثم ديز اوپورتونيتي معنا ديز اوپورتونيتي موجودين لازمنا المهم نعفو وين حبو نوصلوا مولا وجو علينا ديز اوپورتونيتي ونلقاهم باقي مبعد وين بيش نوصلوا أنا كن نجمو خاطر ثم أدوية اللي هوم اللي كود الرشارش متاحا ما يجميل ديز اوپورتونيتي معنا نجمو كان نقودو في على الأقل معنا كيما نقول نحن نقودو في التودكوفيرتور الاكتوال تسخيبون شوز بشوية بشوية نجمو 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 الفكرة العامة هي زده هذي بيكفر ما ولا مش بيكفر ما معنا انت تتعامل مع شركات عالمية ويكون فم Aristotle إمكانية ان هي تصنع في تونس وتكون عندك معاها شراكة وهي في نفس الوقت بالرغم من ان انت مارشي صغير تتمكن انت من ان انت تاخد من عندها أنت تانسفير تكنولوجيك ولا نقوله صان فرصان تونيزيان تصبح على خير بيكفر ما لا لا تجمو معناها تجمو أما التانسفير تكنولوجيك معناها حتى هوم في العالم عالم اجمو وليل احنا نحبه نعرفه نحن نقم بالتصديق نقول ما شديتنا سيادة وطنية أريد إصنع أدويا يقوم بأن يفهمها حتى البيك فرما في العالم من بعد الكوفيد حتى البيك فرما سن تغيير أصلاً وحتى اللي نكون نعفوهم مقبل البيك فرما سوك ما هماش قديني نتعديو للينوفاسيون ما همش ما همش كلام و نحكيه ديما على قطاع نحكيه على صح وصحة معنا مقدسة في العالم مقدسة في العالم وديما في النقاشات في الصحة ديما الأمور تولي الصحة متع الإنسان أبجل من كل حاجة متفهمين لكن ماذا بي أنا وياكسي مصفى نحكيه لأمور كما هي اليوم تعرف أنت قدش يقعد الرخصة في تونس قدش تقعد لأيمام قدش يقعد بش يخرج في بلدان أخرى فمدي زايمام يخرجوا في شهرين وثلاثة وإمكانيات أنه آخر تكنولوجيات يتحصل عليها المريض ويتحصل عليها المواطنة نحن مازلنا بعاد صحيح صحيح وكان وكان نقطة نقاش اللي صار كيف نقطة نقاش هذا ووقع تدعيم كان نحارة أعلان على وقع المخبر الوطني لمراقبة أدوية بعديد الصيادلة عشرة صيادلة للإسراع في العمام وكيف كيف كما قلت أنت توا معادي حتى ما قلت أنت تطلب منها المخبر الوطني يطلب من المصنع لنضع الشانتونيته وإناليزة يعني الدولة يكون تلما شاركه لا يجب أن نخمي ونحن نتخل وقال تبدأ لتبدل إلى القوانين لا يتغير لكن أولا يجب أن نتخل لتبدأ لتسجيلة وزير الصحة تتحدث في اللقاء على إرساء الوكال الوطني لدواء والمواد الصحة التي ستقدمها فترة انتظار سناد رخص ترويج الأدوية وتعزيز فرص تصدير المنتجات الدوائية المحلية سؤال الأخير على الموضوع ما هي قدرتنا الوطنية على الاكتفاء الذاتية أعطيني أرقاب ستين أربعين سبعين ثلاثيين غدو في الأيام نحكيه على تاولا نحكيه على المستخدر كما تحب ما نتوى ما نتوى ما نتوى نعرفوش فيها اليوم لا نقعدوا في الوقت الحالي معنا الأدوية الموجودة معنا نجمو نصل الاكتفاء الذاتي متعنا في الأدوية التقليدية معنا كالك كالك في الأسعار الأدوية معنا يجي من نصل تقليدية للأدوية الحديثة هذيك لازمها خدمة إن شاء الله ما توليش برشة خاطر هو المستقبل هذيك نحافظوا على النسبة الحالية الموجودة في الصيدليات في النسبة التغطية بالنسبة للأدوية الحديثة بيهي اليوم هذا إلى جانب مشاكل الصيدلية المركزية هي مكسب لكن عندها مشاكل وهذه مشاكل نعرفها كنصدر في الرايد الرسمي لجمهورية التونسية بتاريخ أربعة تجويلية 23 القانون عدد 2 لسنة 2023 المتعلق بأحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة وهي مكسب تجمع هذه الوكالة أربعة هيكل وهي وحدة الصيدلة والدواء وإدارة التفقد الصيدلي والمخبر الوطني لمراقبة الأدوية والمركز الوطني اليقظة الدوائية وتشجع على تجهيع الاستثمار في القطاع صناعة الأدوية وتحفيز المصنعين التوانسة عبر تقديم جملة من التاسلات منها ما يتعلق بالرخص انطلقت الوكالة في العمل الآن هي بالله سمحني الوكالة التي قلت عليها هو وقت يشارك هذا يصدر فراد الرسمي في جمهورية التونسية 14 جويلة 23 الوكالة هي قبل الوكالة المتاحة كما قلت انت هي تلمت كل الوزارات هيك المعنية بالأدوية بكسفة عامة كما في الراية الرسمي معناها تم نصوص تطبيقية التي قلت عليها في وزارة الصحة معناها ببوك لأن الخدمة من الوكالة تبدأ نصوص تطبيقية ما زالت؟ لا ما زالت في قبل أمور رسمي ليقعدهم ثلاثة سنوات بشكل حيث الأستغلال من شاء الله نقل في ثلاثة سنوات الأستغلال وكانت تبدأ الأجنسة على الوحى كما في بلدين في العالم ليه هناك السلحات مطلوبة. ثم أصلاحات. ثم مفهمات. ثم خطر هما كما قلت انتي. هما إدارات ستنسب خدمة كل واحد يخدموا واحد. نتفاهم كل شيء مما بعد. ثم كالكوليكتيفكاسيون يجب أن يصيروا. ما ينفع الأجنس الميزون بلاس. هل نتعفو الأجنس هو الأورغانيزم. هو الأورغانيزم دو دو تهلم تاعتو السكي الصناعات الدوائية في درس. اليوم هجا نمشي تاولي الأسألة السهلة واللي التونسي اللي يسمع فينا تاور وقاعد يقول ينفذوا وكاله أو كذا. يعطينا أخويا الرسمي. الرسمي هو الدواء. لك سيل الدواء في الأوفيسين وأنا في السبيتار. مشاكله والمشاكل العويسة على الناس. مشاكل العويسة هذية فاش تتمثل. تتمثل في أنه ساعات على دا كريزا في داما وطوله مرخير شوية. لكن اليوم فما مشاكل نمشي للسبيتار يبعثني نشري دواء من البرة اليوم فما مشاكل أنا عندي أدوية اللي كل مرة مش ديما نلقى 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 دواء متاعي لزمي نأخو الجنيريكم وحتى جنيريكم مش ديما لما توفر. دونك أزمة الأزمة الوفرة اليوم كفش تعيشوه أنتم الصياد لشي هذي ساعة قبل كل شي. معناها رأيك في رأيك في هال خمسة سنين لخرين ثلاثة سنين لخرين سيمو مصطفال. شوف. هو تم عمل لازم نقوم به شماعة الكل. ناي. العمل هو هي تشجيع الجنيريك. معناها تشجيع السناعات المحلية. هو معناها قاموا به بلدان العالم كل يشجعوا يشجعوا الجنيريك. معناها تشجع الجنيريك سي تجوغ معناها إن معناها سيكوريتي دامبلوها والمشارع كيف كيف عطال الصيادة. معقول معقول مثال. أعطاهم الحق في قانون الفين وثمانية. بشي. عطاهم الجنمة الاليات اللي يجمو يعملوا باستبدال الأدوية. دونك لازلنا نحكي على الجنيريك خاطر جنها. معناها تلقى تلقى نقص متاع. ثم نقص متاع أدوية. أما تلقى دو تروا كات جينيريك موجودين. دو تروا كات جينيريك موجودين. ما ما زال المواطن. ثم تحسن من مزال المواطن دي ما ما زال عطين اللي موجود. اللي موجود في القطاع العمومي. معناها كل مرة يقع تحيينها. تحيينها. إضافة أنواع من الأدوية. من الأدوية الجدود اللي. معناها بشي. دوت وارتيراباتيك اللي ما كانوش موجودين. كنا كما قد أنت كانت يوجدها. بوضعاتيك صعبة شوية. تحتاج تتحسن. ما مش معتها. ما ما شعمل في الأدوية المستحثة؟. هذيك هذيك حكاية أخرى. هذيك رجعنا للأدوية المستحثة. هذيك هي اللي لزمها لزمها ولزم تتم بلان دو من. خاطر أدوية المستحثة. رام غلين. غلين غلين. ما نحكي واحدة. وما زالوا بشي غلاء. هذيك ما كان منا نجمو نسلو عن بريود. منا من نجموش نستعمل الأدوية من المستحدة كما تنوي على التمويل صندوقات التأمين على المرض لا يشكي الأدوية فما زادت كذلك المعدة التوبية فما البنسمان الكاتتير القطاية على برشرة موجود 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 كما قلت تراه موجود بالفنانس مو أكتوير موجود نقلتو مش نلبيو ولا مش نلبيو الحاجة متع تونسي ولا رقبتو ورقبتو شرعية شرعية يقول لك خوي أنا ماذا بيان داوي بأحسن دوا موجود عسى شالي قاعد يخلص ريب يسيرون قلتونسيان كيمشي لبعض الخاصة يقول لك خوي عندي حق بش نقل أحسن دوا وعندي حق نقل أحسن بروتياز وعندي حق نقل أحسن كاتتير ما يرفو كون لازم يخلصوا هكا ولا هكا لازم نقلوا كش خلصوا بيتو أحنا السيموسطفى العروسي اللي رساته يدور زادة من إذاعة لإذاعة ومن تلفز الأتالي زرائيس المجلس الولدى نهاية صيادلة بشي فسرنا وبشي نقرأه معاها البيان لخيرين يشي قول بيان أصدرت بيانها في سابعة فيفري تقولوا فيه إصدار بطاقات إذاعة بالسجن في حق صيادلة أصحاب صيدلية خاصة على خلفية قيامهم بعمليهم وفقا لما يقتضيه القانون المنظم للمهنة نقابة صيدلية تقول أنه صيدلية لا يخضعه عند مسك وصرف الأدوية للقانون ثلاثة وسبعين خمسة وخمسين والقانون أربعة وخمسين وخمسين وإلى منشور وزارة الصحة لسنة 2013 مما يوفر لهم الضمانات القانونية اللازمة لحسن أداء واجبهم المهني والحفاظ على ساحة المواطنين به وتقولوا واعتبرتوا أن الإجراءة الويردة بهذا القانون تلزم الصيدلي بصرف الدواء بعد التثبت من قانونية الوصفة وتوفر الدواء في حينه وليس من مهامه مراقبة ما صار الأدوية بعد صرفها بعتلك إذا كان بعتلك بالأردونانس من بعدش تعمل به مورك هذه الفكرة العام هذه حدود المسئولية اللي يعطينا المشرق هاذي حدود المسئولية هو شنو اللي صار بالضبط نره لبعض الخالفيات هو لا يتحب نقول لك ثم شيفر اللي نعود فيه رهو معناها المهد الصيدلي بصفة عامة بجميع مكوناتها تحتوي على 642 أبليكاسيون ليقال ما هيش شوية 642 أبليكاسيون ما هيش شوية ما هيش شوية ما هي 642 أبليكاسيون أحنا معناها نتحملوا مسؤوليتنا فيهم كل صيدة اللي في القطاع يتحمل في مسؤوليته ويطبق في قانونه بحذفيره اللي هو سعيد هذه 642 أبليكاسيون مسؤولية عندهم مجلس تفقد مجلس تفقد تقلق عام 61 معناها القانون عام 61 وعطا وجاء المشرع كيف كيف للصياد لهذا المتفقدين أعطاهم الضبط العدلي خطر هما بوصهم يعفوا يعفوا القوانين عندهم اطلاع كبير على القوانين يعفوا القوانين يعفوا يكيفوا الوضعية وبطبيعتهم اللي عندهم الضبط العدلي يعفوا ما هيشوفوا ما هو اللي يتعدى على مرس تأديب عند هيئة الصيادلة ولا شنوال اللي يجم يتعدى على المسار القضايا ولا يجم كيف 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 الانسبكسون فرماسياتيك خطرها تقول هذا يتعدى يمشي للتأديب على خطر أخل بأخلاقية المهنة وبقوانين المهنة وأخل كذلك بقوانين عامة اللي صار اللي صار اللي هو وطبعنا احنا كما المشروع هذه الصيادلة طبعنا كما العبد كل معناها صيادلة معناها بروديو تابلو آ هو معناها مواد بروديو تابلو آ وقع صرفه حسب القانون الستواتيين وحسب المناشية الوزارية متاع تسعة وتسعة متاع الف و سعمية وتسعة وتسعين و الفين و ثلاثة اللي هم صعب كيف معناها اللي فيهم لازمك تبع للانسبكسون فرماسيتيك اتادي فانت فيهم تهتبط تهتبط فلوسة صاير معناها وقت التبق دي ما صعير ستينو بليك أسعم هو دي ما صعير اللي ما يصيرش سين رقوده مستأدي معناها لازموا يصير معناها القتلك هذوم القوانين لازموا يتطبقوا وكيف كيف وقت ما يتطبقوش المشرع عطاه المسوية الهيرة صيادلة أعطاه واجب أعطاه السلطة التأديبية على صيادلة ليلتزموا بالقانون خاطر نرجعوا دي ما نحكوا على صحة مواطن في صحة مواطن وتخلي قوانين بشحمة صحة المواطن وتخلق كما قلت في أول الحصة تخلق مجلس هو المجلس وكيف تخلق المجلس الوطنية بصفة عامة خاطر سهم معناها مهنة متشعبة وفيها عديد القوانين المشرع يقول لك هذه نعطيها للهيئة منتخبة وهي معناها أمتداد هي أمتداد للوزارة وصفة التأديبية لكن هنا التوانس يجب أن نفهم حاجة سيموصطفى جاءهم شوك قولك أنا فرماسيائي نجم يكون متورط في ريزوم مواد مصنفة ومواد مصنفة التي نجم توصل للمخدرات إيئ هذا موجود مش موجود أنتم كتابعوا الآن المونيتورينج متاعكم أشيقون تفضل احنا المشرع كيف عطائل الصياد اقتصاد الحصري لكي يبيعوا الأدوية المخدرة والأدوية الخطيرة والأدوية السامة معناها هدايا مثلا سيدة هي هداك طبيعة المهنة متاعه أما كيف المشرع تعليم معناها قوانين كيف نوعية صرف كل أدوية المواطن بحق تسمع سيدة متورط ولا عنده شبه متورط حاجة تقلق حاجة تقلق السيدة خاطر كما تعرف معناها القطاع هذا يتنبس على المواطن حاجة بالثيقة متاع المواطن وقت المواطن يتفجع يقول لك سيدة لي هدايا كيف تقديم شبه معناها شبه ما هيش هي شبه ما عنداش ما هيش موثقة وكما قلنا وديما نعود نقوله معناها سيدة لي ليس فوق القانون سيدة نحن دخل نغول شوي سيدة مفوق القانون حتى حتى مفوق القانون نعيش بها نسكن مباشرة يتحمل مسؤوليته ومجل التأديب الصياد لوصل منع الصيد من موارسة المهنة مدل حياة قد يجي قدامكم من ملف للجنة التأديب مدل مجل التأديب قد يجي تقريب هو كيف كيف نرجع للمشارة خطر سيئ امبرطان بشتعف لي أي حاجة في القانون متعنا وحدا مشكون عنده حق يعدي مجل التأديب مجل التأديب وزير الصحي يعدي مجل التأديب معناها بعد سيئ تقدم الخدمة تعديها المال للوزير سلام عليكم تخرج التفقد تلقى مخالفة تكلم نزارة والوزير يقولك عدي على الكونسير سيد وكل الجمهورية كيف عند حق يستيزي الهيئة الصيادة وسيد رئيس الهيئة مجسوعة الهيئة صيادة كيف كيف وقت يلاحظ قد يش مثلا في 2023 وعننا 35 صيادة لتعديوا على مستاذ 35 تعديوا على مجل التأديب شنو تقريبا المخالفات المخالفات هم مخالفات مخالفة تخلاقات المهنة مخالفة قانون 73 معناها مخالفات نوع ما عنديش بالضبط معناها مع مخالفات القانون المنظم المهنتو في الاندسترية المساوطية قد يش من واحد على 35 تم فسخ فسخ نهائيا ولا فسخ وقتيا لا نسخ وقتيا حتى كما قد العقوبة تمشي من الأنذار إلى الحرمان النهائي من ممارس المهنة في أنواع تم الأنذارات تم التوبيخ مع ترسيم الملف في الملف وحرمانهم من الترشح للمزالس الجهوية والوطنية خط هذا وثم يمشي وحطر يظلي مع هك دوتات 15 يوم من ممارس المهنة أوكي دونك الهناء اللي نجم الآلية إلى حد الآن هي آلية موجودة قيمة ذات تخدم على نوحها أوكي لكن في حال في قضية الحال وقت اللي عن الإداع للصيدلي على بيع خمسة علب مصنفة في علاقة بالقضية الأخيرة ما نعرف ما رأيك مثالش بالحقيقة المتهم بريء إلى أن تضبط إدانته مهك بنيانا وياك خمسة علب ما تظهرش حاجة معناها اللي هي فيها شبه أن نجي نطبق منك خمسة علب في دواء مصنف هو يعني بشنزل من خرج الأمور في إطارك نعم يسير هذا هو إطار هي هو الصيدلي صرف وصفة طبية من عرش هناك في خمسة ولاية من نجم نجم صرف وصفة طبية وصفة طبية للمشارعة كيف كيف معناها وصفة طبية بمدة ثلاثة شهور فهمتك معناها وصفة طبية قانونية في دي ثلاثة شهور معناها تجمل الخمسة علب حاجة عادية جدا في ثلاثة شهور ثلاثة موحنة تجمل في اللي يمشي عنده أي مرض مزمن كيف كيف يأخذ ثلاثة شهور يأخذ بربا خمسة علب دواب باشي يعدلوا باشي دوقت هذا لا فيه توصية لا لا فيه قانون قانون لا ما لا توصية نحن الأدوية موجد لا نرجع القانون 69 لا يمكن في قضية الحال في قضية الحال الدواية هذي تقيد عند الفرماسيان كيف يخرج في قضية الحال الدواية وقع تقيد في الرجيستر ووقع الاحتفاظ كيف كيف بالوصفة كيف ينصر القانون واقع الاحتفاظ بالوصفة منعليش سيد موقف خاطر كما قلت كما موجود في البلاغة متاعنا هو المشرع كيف كيف في قانون في نرجع القانون 69 في الفصل 115 يقول لك وقت يكون تفقد الصيد اللي هي تقوم بالواجه بخطر تفقد الصيد اللي نحكي فيها اللي هي تقول لك عادي معناها تابع القانون شي قول القانون شي قول السيركولار دكو شي الوردنانس عاد في الوردنانس هي أمور مريق ومريق وقت يكون تعاطي أمني خاطر عنا سمعت ناطق الرسمي في الواحد تعاطي أمني معلومة كما حطيناها معلومة موجودة معلومة يحكيوا فيها المعلومة مش موجودة هذه هي اللي خلات الصيادلة يبحثوا في شبهة ترويج ما فهمت شمليح سمحني سياسي مصفى فسر لي بسرعة خطر صورة نهي ما نهي نفصل نحنا فهمناها الحكاية متعتفقد الصيد اللي لعطاها المشارح وكي هل تمش على روح وقت يقول انتعاطي أمني التعاطي الأمني ونشكوه الأمن على العمل اللي يختم فيه وقت يبدع المعلومة ما عندوش وتسمع ناتق رسمي باسم المحاكم يعطي معلومة اللي هي قانونيا لا تنتبق على القطاع القاس وفي القطاع العام فيها وعليا ما لا تنتبق على القطاع القاس واختخوا انت معلومة مغلود ولا معلومة نقص الديسيزيون ما تجم تكون في قضية الحال تقول انت سي مصطفى في قضية الحال كان من المفروض نرجع للتفاقدية نرجعه لمجلس الهيئة وكانت عدت المور لمجلس الهيئة حتى كان وقته فما مصر قضائي روقتها خذي روقتها هو رأه المشرع وقت حط القانون واضح نقص مخل هدرسي مصطفى قعد تقول لي دوروهما غير ما يشوفوا القانون هذا هو كيركبار دوروه من غير ما يكون عندهم علم كامل بستة مئة واثنين وعبعين اللي نرجعه لها قانونية لهم صعب برشة بشيكون واحد عنده في مخول كل هكذا تخلق جهاز خاص لذلك أنا مهم لأن الصيدالي ما زال موقوف صيدالي ما زال موقوف وما زال أبحث وجارية وإن شاء الله رب يفرج عليه خطر صيدالي ما غير صيدالي ما هيش ما هيش سهلة ما هيش سهلة بالكل ما 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 تماش واحدة وانا عندنا مشكلة خطري قول لك الصيدالي كيف نرجع الصيدالي قطاع الخاص قول لك أخويا كان أنا نخدم خدم دي كما يقضى ذه القانون ونتوقف كمام أش نعمل كذلك الحقيقة مهم جدا يتحط على الطاولة على خطر ساعات تشوفت القوانين ساعات مشكلة فيها 642 توصية وانا كناش سيرياس وانا كنشوف الكومنيكي طلبنا اجتماع موزاة الداخلية وزاة العدل باش نوضحوا كل النقاط مهم ياسر باش الناس كل تبدأ في بالا خاطر ممكن ياسر غدوة زادة كذلك الضبط العدلية وكيقوم دوره يقول واحدة واحدة الصيدالي خلينا نشوفهم على الوردر ومعضي عمر ربي دين